اه كنشكو جميع مناظر الاعلامية اللي حاضرة معنا اليوم انا درنا هاد النوات الصحفية ايش اه مضروع للاضراف الوطني في الصيدليات يوم تلتاش ابريد يعني الخمس المقبل والاسباب دياله غير بيش نبيينو انه الصيدليات في المغرب واحد المكان اللي مفتوح اه سبعة ايام على سبعة ايام ستس يو ستة او عشرين ساعة او عشرين ساعة يعني طول السنة اه المواطن ديما تلقي الصيدليات مفتوحة في الاعياد الوطنية الاعياد الدينية في في ويكاند اه ليلة نهار الصيدليات موجودين واحد المعلومة كانه تقريبا مليون ونصف مواطن كيدخل الصيدليات يوميا الاستشارات اه ابتناء الدواء اه مهم قاعد معلومات لي كيدخل بالمواطن الصيدلي كيقاف اه تقريبا ما كينش شي بلاسة في المغرب يعني متنجة قويرة في اه في المدن في القرى في الجبل في الصحراء الحمد لله كين اه اه لاغي فارماسي في المغرب كين اه اه مملكة كاملة وكيددير واحد اه اه المنظومة الصحية باش كتا تحاول تتوجد الدول المواطن كيبقا في المتناول وسبب الاضراب ينبولون النقطة التي افضت الكأس باش اه غادرها غادرها الاضراب الوطني هو تقريب مجلس اهلل الحسابات اللي كان مخشف ديال الفين واحد وعشرين اللي خرجت فيه واحد معلومة لها مش ربح الصياد لها انه تيفصل سبعة ومسين في المائة هو غير معامل هو اصلا هو هاد هادها مش الربح ديال المصنع دون احتساب الروسو انه هو مش الربح معروفة ديال الصيدليات مش هو هادا حيث المواطنين تسمح سبعة ومسين في المائة سبعة ومسين في المائة يتحب لي انه اي دواتي ديال مدرم الصيدليا ولا الصيدلي تير بحفي سبعة ومسين درام وهاد واحد مغالطة كبيرة اه خلات المواطن اه ايش كي يقولوا ما انه تنبعوا ارباح خيالية بالعكس انه اه صيدليات الملكة كيعاني ممكن بزاق صيدليات تقريبا تلاف صيدليا كيعاني تقريبا اه على حفة افلاس اه من بين الاسباب اللي خلات قلنا له قدمنا هادا 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 اضراف وهو هادا باش نبينوه وكان عندنا واحد ميخ المطلابي هذي سنوات مع الوزارة الوصية ووزارة السحة لم يراوح ما كانه هادا اه ميخ المطلابي كان آخرو في الفين وثلتاش دي سمبر افين وثلتاش باش الداره مرسوم قانون تحديد اثمئة ادوية ديسمبر 2013 كانت وعود من وزارة ستكون يعني في تخفيض اثمينة ادوية اللي الصيادة ساهموا فيه وكانت تقاريدة للجنة برلمانية والدواء كمواري في المغرب ونحن ساوينا ومضينا مع الوزارة باش نساهموا في هذا الورش سنة بعد سنة يعني الوعود ما كانش حتى الوعود اللي كانت في وزارة الصحة حتى شي واحد من هادوك ما وصل لنا يعني حتى الان كانت طابة فيه اولا من بين المطالب باش نكونوا باختصار هو تسريع بانزال مشروع الجهوية القانون 898-18 اللي تتعلق بالعيال وطني الصيادة اللي الصيادة حتى الى اذا تعرفوا تقريبا قاع وشي عندهم اه الجهوية الا الصيادة اللي عندها اه مجلسين جهوية للشمال والجنوب وديه واحد اشكالية الصيادة الكبير انه الصيادة واحد يكون في العيون ولا فوج دولة في الناظر باش يطلع على الغربات باش ياخد واثيقة احنا قصد تكون عندهم مجالس جهوية وتكون مجالس جهوية بصراحية موسعة اه كان القانون سبعة قانون دل دواء الصيدالة من الفين وستة كان طلبو باش يخرج المراسيم متعلقة بهات القانون اللي حد الان مخرج تمرسو من الفين وستة اه كان قانون متعلق بالمستجزة التبية قانون 12-84 اه قانون مكملة غذائية واحد القانون اللي دبره رايش في الوزارة هاد القانون كان طلبو بتقنين ديالو نعطيكم مثال باش غير باش تفهموا باش المواطنين بتسطولي المعلومات كما كان في كورونا في كوفيد شفنا بزاف انه كان مشاكل انه كان قطع الدواء بزاف كانوا مكملة غذائية خرجو حنا كان فيتامين سي نعطيك اكزامل نعطيكم غير واحد 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 الاكزامل فيتامين سي تدير خمساش دولام في الصيدالية خرجو ديك الوقيته مكملة غذائية تتوصل ميتين ميتين وميتين ومسين دولام تتباعوا برا المواطن كي كيو الموتر باش يشريه اه اوه اعلم الله دوك 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 اه تنتر بعو التاني الادوية البيتارية اه اادوية البيتارية كانت واحد بقيتك عندها تحيي دب الأثمينة او لا او لا قد شي تبيعه مغين يترجعون للصيدلية بالصيدلية القرى وتسميتوهما حيث بحاله بحال الدواء دواء الادوية البيطارية بحال الادوية البشرية عندنا كان طلبوا حق استبدال الدواء حق استبدال الادوية اه الى رحطه كان مشاكل بزرد المواطنين كي يجيو دي يوم يتطاع تيجي من فارماسي الفارماسي تيجي من صيدلية صيدلية تقلب على الدواء اه متى يلقاش ومع النوب العين كان اه 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 الدواء بحاله متواجد في الصيدلية ولكن ما ما عنداش حق استبدال الدواء ما قدش نبتلو الدواء انطلبوا باتشي باش مسهلوا على المواطن اه 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 اكون دواء اه اه اضطراني بالتحديد القائمة الحصائي الانه المستخدمة في المساحات الخاصة اه الي السلمي تاتيب دي اللي ميديكامو تنطلبو تمسيح الصلاحيات المهنية للصيدلية مع تحدي التعويضات عن خدمات الصيدلانية إلا تتعرفوا أنه في ذلك التقرير تمت مقارنة الصيدليات المغربية مع الصيدليات اللي في أوروبا مع بلجيكا في فرنسا في برتغال مقارنة مجحفة علاش حيث هميش الربح اللي يتعطل الصيدلية ماشي هو الربح دياله حيث الأغلبية للربح ديال الصيدلي إلى ذلك الهاميش الربح اللي كانوا دياله ثم يلا تكون شعشرين في المميات ديال الربح دياله أما ثمانين في المميات ديال الربح دياله تكون الخدمات الصحية شنو هي فليغارد في الحراسة حراسة الليلية حراسة سميتو يعني حراسة النهارية حراسة الأعياد بتكون هم تتعوضوا على هذا الشي مثال آخر كان عندهم الصيدليات اللي تكونوا في القرى الدولة تتعاونهم باش حي تكون بحال هنا نعطيكم في المغرب كان أماكن في المغرب تتواجد غير الصيدلية ما كان لمستوصف لا سبيطار لا أنفرمية لا طبيب تتقال الصيدلية متواجدة الصيدلية باش تدراسها في الدول الخرية بتتعاونهم الدولة باش يبقوا في ديك الفلاسة باش يعاونوا المواطن القدوة حنا لا ما تشير ما كانش في المغرب ومن بين مطالب هم هادو كانت ربعوطين إحفاء الضريبين أدوية تتخوط تتخوط تتكات وما كان أدوية غالية لي في المغرب أدوية مثل تلف درهم الفوق أدوية غالية باش نعطيكم واحد المثال أدوية الناس اللي مرض بسرطان بفشل كلاوي وتسميته كان أدوية غالية تجد مليون 3 مليون 5 مليون تصرح تثمينية درهم هم يش الربح الصيدلية هنا عنا في المغرب هو 400 درهم وديرون النسبة قد شوفوش حال نسبة الأرباح اللي تيربح فيها يعني هم يش الربح جيزافي تنقولوا لي هنا تنطلبوا الدولة باش تخفض أثمينة دي لهادوية باش تكون في متنوع المواطن والصيدلية عودتني تم إحفاء ضريبة على هاد أدوية حيث هاد دواء غالي وحنا تنخلصوا عليه إلا نجي تشوف باش تخلط ضريبة تقريباً أغلبية الدول ممكن تخسر فيه خسر فيه وكانت طلبوا عودتني السامح للصيدلية في حق تلقيح المواطنين إما قارنونا بدول فراء في أوروبا هما تحطون من بين مسائل اللي عندهم تلقحوا المواطنين هذه من بين المطالب ولا إحد مطالب كبيرة لهذا كنحطون مواطنين إلى اقتناء الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة قبل يوم الإدراق يعني يوم الخامس اللي عنده شي مرض مزمن أمراض ديال القلب ديال التنسيون ديال السكوار إلى الأمراض المزمنة يحاول يشوف الدوا دياله بشي حيث غتكون أنا أخصان سفهميجن حاجة محضان المواطنين يتفهمي ليح أن الإدراق هو ديال الجهد لإدارة دوا ناقص لإدارة دوا ناقص لإدارة المواطن لأن خسن باللعمل يصغي اقتباد دوا بالعكس نشيل ننسبية من الوزارة الوصية أن مهنة الصيدلاء ذيجن مهنة يخصصه شن لقدر النس ديال منظمة صحية سمت الخوب لما قلت سواخج الغرش من صاحب الجلالة الغرش الصحية الشاملة ومع الأسف أن الوزارة الوصية يتهمش الصيدلية تعتبرت أنه يجمع حرم التجارة وهذا بالعكس فنسبياً للمواطنين نقول هنا فنسبياً لأسن إنه يتفاق أول ويتاح وخيق صدير حقوق ويتاح لتقليز تشارة النس لتاح ونتغى الصيدلية الأقرب قرص ليخليك حشان من ديال من ديال من ديال صيد وجه مشاشي إنها صينور الدين ونساء الرئيس الصيدلية قصيدة لهم مواطن ما يمكنش يجي دول من دون الصحية بدون صيداني هذا من ناحية من ناحية أخرى لإضرب جاء نتيجة واحد العدد ديالتراكمات ديالواحد العدد ديال المطالب اللي ملقينا حتى شيء دون صاغية خاصة في هذا الـ 24-5 سنة الخرانية حالي قريبا ما كان حتى شيء مخاطب عند رابع نسبة للإدارة لأنه في 2014 كنا وقعنا أن مع الإدارة الوصية ومع الوزير الصحة الوردي أنه يبدأ يهبط تمال الأدوية ولكن على أساس أنه يكون واحد من جموعة ديالتدابير اللي تعود الصيدالة هذا الشيء يقول للمواطن لماذا؟ لأنها يدف جميع دول العالم من يكي يبدأ يهبط الأدوية بطبيعة الحال غادي يبدأ يهبط ها بيش الربح الدولة كتدخل بش تعود الصيدالة حنا هادش ما تدارش ما تدارش بصفة مطلقة ما كانش تدبيل اللي يقد يعاون باش نوقفو ذاك الخسارة اللي كتترطب لمدة سنوات و لا ذكرتكم بواحد مقول الصيدالية المواطنة الدور مثلا رغم هادش كلش الدور اللي قامت به الصيدالية في كوفيد لا يعلى عليه صراحة عراهي لا شفته أبقينا احنا والطب العمومي ولا با يعرف المجتشفيات العمومية قريبا ترجمة نانسي قنقر